أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفاهاء من الناس ما ولاهم عن قيبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغريب يحدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وساطا لتكونوا شهاداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا لقبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتمع الرسول ممن ينقلب على قبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم من الله بالناس لرؤوف رحيم قاد إن رى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شاطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شاطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله مغافلين عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت أحواءهم من بعد ما جاك من العلم إنك ذل من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون بناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستمقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شاطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافلين عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شاطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شاطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تحشوهم وخشوني ولوتم نعمتي عليكم ولعلكم تحتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يطلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمن استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمن استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الحوف والجوع وناقس من الأوال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت يوية تمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوأ خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنتواب الرحيم إن الذين كفروا ماتوا ومكفاروا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجماعين خالدين فيها لا يخففوا عنهم العذام ولهم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصري في الرياح والسحام المسخر بين السماء والأرض الآيات القوم يقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين نتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم مخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يحتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا يكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتد والدم ولحم الأخنزير وما أهل به لغير الله فمن الطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشيرون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشربوا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أنت والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وقام الصلاة وات الزكاة والموفون بأحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القساس في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفية له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن يعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم علي إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قابئ لكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوأ خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله مكم اليسر ولا يريد مكم العصر ولتكملوا العدة ولتكملوا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحلى لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابئتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود من الفاجر ثم تموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله ولا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثن وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة أمهي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا تأتوا البيوت من مرهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوكم أخرجوهم من حيث أخرجوكم والافتنة أشد من القاتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا أدوان إلا على الظالمين الشحر الحرام بالشحر الحرام والحرمات القصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهادئي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه وفدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع من العمرات إلى الحج فمن استيسر من الهادئي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد لقاب الحج أشهر معلومات من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خيره يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا نياء للألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم فيدوا من حيث فاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيم مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والناس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بطغاء مرضات الله والله رؤوف من العباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتمعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلبني سرائل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد اليقاب زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء من غير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين البشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتهم من بعد ما جاءتهم البينات بريا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق مئذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزنزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والافتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما كبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العافو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسن من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطحرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطحرين نساؤكم حرط لكم فأتوا حرفكم أن ناشئتم وقدموا لأنشوسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله أربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتفلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قوروه ولا يحله لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخير وبعولتهن حق مردهن في ثانك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ولا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولاك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحلوا له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعزكم به واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينجحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعز به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يردعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسبتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا مساحا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم وإن أردتم أن تسترضيعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا جلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا قدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجاله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحثروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسيع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده وقدة النكاح وأن تعفوا قرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المستوى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تاقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال ألهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله الذي فضل على الناس ولكن كثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ذا الذي يقرد الله قرضا حسنا فيضاعفه له ضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال إلا أن لا تقاتلوا قالوا ما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقاد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا قليلا منهم والله علم من ظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قاد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن يحق بالملك منه ولم يؤتى ساعة من المال قال إن الله استفاه عليكم وزاده بستطا في العلم والجسء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصيطالوت بالجنود قال إن الله مبئت ليكم بنهار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا ماهو قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا الجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو لا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرُسَلِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ 102 Allah kabul eylesin صَدَقَ اللّىٰهُ الْمِرُدَنَ واي there was a few but if we do comment and call it صَدَقْ اللّهُ الْمَوهِ تُبْتَجَ مُ تَجْعَوا